بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة كل ليلة تمر عليك فيها ساعة يستجاب فيها الدنيا هذه الساعة غالبا في الثلث الأخير من الليل ولكن الله أخفى سرها عنا لنجتهد كل ليلة ولأكبر أو لأطول مدة ممكنة تخيل أخي الحبيب للحظة أن الله يتجلى عليك في هذه الساعة ويريدك أن تدعوه ويحب أن يستجيب دعائك تخيل كل واحد منا له حاجات كثيرة عند الله كل واحد منا له سؤل عند الله سبحانه وتعالى له حاجة إما مرض إما مشكلة تعاني منها أنت أو ابنك أو بعض أفراد عائلتك ظلم تتعرض له مشكلة لا تحل شيء يعني تعسر ولم تجد له حلا إنسان رجل بلغ من العمر فوق الأربعين ولم يعثر على زوجة مناسبة كذلك امرأة أو فتاة عمرها ثلاثين أو أربعين أو خمسين ولم تتزوج ماذا تفعل في هذه الحالة أخي الحبيب كل يوم هناك ساعة وذلك في كل ليلة فعلى الأقل في عمرك اغتنم ليلة واحدة واجتهد بالدعاء طوال الليل لابد أن تصادف هذه الساعة قبل أن نتأمل هذا الحديث العظيم أريد أن أقرأ عليك هذا الحديث لتدرك هذا الكنز النبوي الرائع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل أخي الحبيب كل يوم كل ليلة هناك ساعة يتجلى الله فيها عليك لا تظن أخي الحبيب أنك مخلوق تافه أو مهمل كما يحاول علماء التطور أن يصور لنا أن هذا المخلوق لا شيء مثله مثل أي حيوان تطور من حيوان إلى حيوان وانتقل من حالة إلى حالة حتى وصل إلى الإنسان ثم سيموت ويتحول إلى تراب وماء وبالتالي يأتي غيره ولا يوجد أي قيمة له ولا أحد يهتم به لا أنت مكرم عند الله أنت بالنسبة لله مخلوق كرمك الله يحبك الله يريد أن يكرمك يريد أن يمنحك السعادة وإلا لماذا خلقك ولقد كرمنا بني آدم الله كرم ابن آدم بشكل عام حتى الملحد مكرم عند الله فلذلك أخي الحبيب هذه الحاجة يعني حاول أن تسأل الله حاجتك وكل واحد مننا له حاجة على فكرة لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا ولديه مشكلة ما سواء مشكلة نفسية أو اجتماعية أو طبية مشكلة في الدراسة مشكلة في العمل ضيق رزق لابد أن يكون لأن الحياة هكذا طبيعة الحياة مليئة بالمشاكل فكل ليلة اعتبر أن هناك إلها عظيما قريب منك الآن وأنت تسمعني ثق تماما أن الله قريب منك ومني ويسمعني الآن ويسمعك الملك عز وجل يقول ونحن أقرب إليه إلى الإنسان يعني من حبل الوريد ويقول أيضا وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم فلذلك إذا نظرت لنفسك على أنك الشيء تافه وأن الله بعيد عنك جدا وأنك لا قيمة لك صدقني ستعيش حياة عيسى حتى لو امتلكت المليارات لن تشعر بقيمتك في هذه الدنيا لأن هاجس الموت سيبقى مسيطرا عليك مهما امتلكت من المال والسلطة والشهرة والسعادة وغير ذلك هناك هاجس اسمه الموت سيقضي على كل شيء كل نفس ذائقة الموت لذلك دعني أتأمل معك هذا الحديث العظيم وهو في صحيح مسلم أن الله عز وجل يتجلى على عباده كل ليلة في ساعة محددة قد تكون في أول الليل في منتصف الليل في آخر الليل أخفاها النبي عننا ليجعلنا نجتهد ليجعلنا ندعو أكثر ليجعلنا نلتج إلى الله أكثر ليجعلنا نسأل الله أكثر لذلك الله يحب العبد الذي يكثر في الدعاء يحب العبد الذي يطلب الكثير لأنك أمام إله قادر غني رزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وبالتالي أخي الحبيب هذه الساعة اغتنمها كل يوم سيدنا يعقوب عليه السلام عندما فعل أولاده ما فعلوا اتهموا أباهم بالضلال قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين وتأمروا على قتل أخيهم يوسف عليه السلام بل ألقوه في الجب وكان الممكن أن يموت مختنقا لولا أن الله سخر من يمر ويلتقطه ويلتقطه ويخرجه من الجب ربما مات مختنقا إذن هذه جريمة قتل تأمروا على قتله كذبوا على أبيهم اتهموه بالضلال إن أبانا لفي ضلال مبين وكرروها مرة ثانية الله إنك لفي ضلالك القديم انظر انظر الأذى الذي تلقاه سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف من هؤلاء الإخوة والأبناء ماذا فعل ماذا حدث سيدنا يوسف صبر واتقى الله فجعله الله ملكا في ذلك الوقت رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فالله عز وجل كافأه أعطاه الملك وأعطاه العلم علم تأويل الأحاديث سيدنا يعقوب أبو سيدنا يوسف كافأه الله بأن رد له بصره ورد له ابنه وتقبل منه صبره صبر كثيرا هنا عندما أدرك إخوة يوسف أنهم أخطأوا قالوا ليوسف الله لقد آثرك الله علينا يعني الله فضلك علينا انظر إلى العقلية التي تفكر بشكل خاطئ يعني أنتم تآمرتم على يوسف اتهمتم أباكم بالضلال ثم تقولون إن الله فضله عليهم عليهم قال لا قال القضية ليست قضية تفضيل وليست قضية الله ليس عنده واسطات وليس عنده فلان أفضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم الميزان عند الله هو التقوى لذلك قال لهم قال إنه من يتقي ويصبر انظر إلى هذين الشرطين المهمين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كأن الإحسان مزيج من التقوى والصبر فلذلك أخي الحبيب عندما تتأخر الإجابة معنى ذلك أن الله يحب أن يسمع صوتك يحب أن يسمع دعائك أكثر يريدك أن تصبر أكثر لتكون من المحسنين إنه من يتقي ويصبر سيدنا يعقوب كم سنة الصبر أربعين سنة كما في بعض التفاسر أربعين سنة وهو صابر واثق بالله يا بنيا ذهبوا هذا الكلام بعد أربعين سنة فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أنظر إلى قوة الثقة أنظر إلى الثقة الراسخة في نفسه الثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى هذا ما يريده الله منك أخي الحبيب لذلك أحيانا يتأخر تتأخر الاستجابة استجابة الدعاء وأنت تدعو وتكثر من الدعاء والله يؤخرها لأن هذا دليل أن الله راض عنك أن الله يريدك أن تصبر واصبر وما صبرك إلا بالله وإلا لماذا أخر استجابة الدعاء أربعين سنة بعد أن أدركوا كل شيء إخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خطئين يعني بعد كل هذه السلسلة من المشاكل التي فعلوها علموا أنهم مخطئون استغفر لنا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين اعترفوا بخطئهم ماذا قال لهم أبوهم قال سوف أستغفر لكم ربي لم يقل يا رب اغفر لهم قال سوف يعني سأستغفر في وقت آخر إنه هو الغفور الرحيم هنا طبعا بعض المفسرين قالوا إن سيدنا يعقوب أخر الاستغفار لوقت السحر وهو ساعتين قبل أذان الفجر يعني الثلث الأخير من الليل هو وقت السحر لأن هذا السحر قال عنه الله وبالأسحار هم يستغفرون هو أهم وقت للاستغفار هو وقت السحر قبيل الفجر بساعة بساعة ونصف ساعتين هذه الفترة مهمة جدا أخي الحبيب إياك أن تضيعها في مواقع انترنت تافية في كلام فارغ في حديث لا تنفعك أمام الله وتسجل في صحيفتك لذلك يعني دعوني أعيد قراءة هذا الحديث أيها الأحبة ودعونا نتذكر هذا الحديث دائما ونكثر من الدعاء كل ليلة ولو خطفت دقيقة يعني إذا كنت من الغافلين لنفرض إنسان غافل أخطف دقيقة هكذا ودعو الله ربما تصادف ساعة إجابة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة وهنا الحديث يلفت انتباهنا أنك لا تقصر طلبك على الدنيا فقط وتنسى الآخرة وهي الأهم دائما أطلب يعني حاجات تنفعك في الدنيا والآخرة من الأدعية المهمة التي قال عنها النبي أنها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني مثلا فالهداية هذه مهمة جدا في الدنيا ومهمة للآخرة والرزق والعافية والصحة والمغفرة والرحمة كلها مهمة في الدنيا والآخرة لأن الله إذا رحمك في الدنيا سيرحمك في الآخرة إذا رزقك في الدنيا رزقا حلالا هذا الرزق الحلال سيكون سببا في دخولك الجنة لذلك هنا أخي الحبيب لا تتقاعس لا تتكاسل لا تقول غدا سأدعو لأن الموت يأتي فجأة انظروا إلى موت الفجأة انظر كم إنسان يموت كل يوم موتا مفاجئا عداد الموت يعمل باستمرار لا تدري أنت متى ستكون الميت رقم كذا وبالتالي كل يوم في الليل إذا قدر لك أن تكون مستيقظا قبيل الفجر ولو دعاء هكذا انظر إلى هذا الدعاء رب اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني وارزقني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا كان لك حاجة عند الله دنيوية يعني شيء متعسر معك زواج أو مرض أو شيء فأدعو الله ولكن ابدأ بطلب المغفرة والرحمة أولا ثم أطلب حاجتك يعني لا تقول يا رب ارزقني هكذا يا رب اشفني هكذا لا يعني مثلا سيدنا داود عليه السلام عندما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد يعني ابدأ دائما بالمغفرة ثم اطلب يعني ابدأ بالآخرة أولا قل اللهم اغفر لي وارحمني ثم قل مثلا واشفني أو ويسر لي هذا البيت يسر لي هذه السيارة يسر لي حل هذه المشكلة وهكذا يعني دائما النبي هنا يذكرنا بالدعاء للدنيا والآخرة لا تجعل دماغك مربوطا في الدنيا فقط لا اطلب أشياء للدنيا والآخرة والأدعية المهمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدعية كثيرة جدا معروفة يعني فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الدعاء وأن يعني يلهمنا الدعاء في هذه الساعة بالذات التي أخفاها الله عننا لأنه يحبنا لأنه يريد لنا مزيدا من الخير وأن نعمل أكثر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق